اشتركوا في القناة في التمركز اللاعبين خصوصا في الكورات التابتة من الركنيات اللي جاء من الهدف الأول وكان يتسجيل الهدف الثاني ولكن في الشوء الثاني بالفرق بين اللاعبين اللي يتمرنوا ولاعبين اللي ما يتمرنوش لأن هذه الضريبة ديال 58 يوم يعني ما يقارب شهرين ما كانت تمرنوش منذ العاشر من ديسمبر وحنا ما كانت تمرنوش. الضريبة بانت سواء اليوماء أو في المباراة السابقة فارق جيش مالكي. فارق شوء الثاني فارق شباب محمدية نهارض شكل كبير خصوصا من ناحية البدنية كما شفتوا قلويدات خلق فرص كثيرة سجل خمسة الأهداف وكان ضيف الغلة ولكن يبقى الأمر بين الدين وبين الدين المسؤولين لأن بكل صراحة كان التوقف ديال يمكن أن نخرج عن نطاق المباراة اليوم تكلمت عن المباراة كان التوقف ديالكاس إفريقية كان ممكن تستفدوا منه وجميع الفرق استفدت من توقف داروا معسكرات إلا شباب محمدية فالمسؤولين دياله كانوا غائبين بشكل تام على اللاعبين لاعبين مضربين عن تداريب ولا أحد يسأل على اللاعبين فهذه ضريبة لعدم تداريب عدم تنظر تداريب وعدم أخذ مستحقات لأنه يمكن مستحقات جميع الفرق أو غال أغلبية الفرق تتعاني من مشاكل مالية ولكن شباب محمدية مشاكل مالية مشاكل ديالتدريب يعني كنا كنا نحضروا بهذا الشيء هذا منذ بداية الدوري أو في أربع خمس مباراة الأولى لأنه فرق كان كيعاني وكنا كنا نحضروا بدنا الفرق غير نهار ووصل الوقت لأنه إلى ما تحدث جميع جميع المسؤولين وجميع أوطر تقنية فارق شباب محمدية أي واحد عنده غير شباب محمدية فشباب محمدية غادي لهوي بكل صراح باش يوصلك جديد فيديوهات لأنباء تيفي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس